شنية حكاية البيعان تحت الطاولة شنية حكاية دفع رشوة بش تشري سلعة شنية حكاية البندية شنية حكاية الاعتداء بالعنف على الخضارة وعلى الفلاحة وشنية حكاية الانفلات الموجودة في الاسواق الجملة وعليش الناس ما تتسنتر الا مايراو كاميونة تاعي الجورجيني ادخل ويحسوا فما امن قاعد يراقب بازياء مدنية ولو انه العملية هذية عملية ظرفية لانه الفساد ينخر القطاع اليوم اختار دي قيمتها عام حسين بزي بحذية وقتلي ساقول الحقيقة اليوم حكينا كنا الخضارة هم اللي زيدين في الاسعار لكن الخضارة احيانا المعظورين لانهم ياخذوا بالقوة في السلعة ويدفعوا في الرشوة بس ياخذوا الكميات اللي حاجتهم بيها دونك الرشوة اللي دفعوها مع السعر اللي شروا بيه بالطبيعة بيستلقى الاسعار في ضربة ثلاثة في الاسواق شكون الياخو في الرشوة شكون الياخو تحت الطاولة اولا ما قبل كل شيء يديم يقول حاجة احنا نبيع كل شيء لكن مش كل شيء في هالمضربات هذية عندما يقل العرض تقع في بعض الحالات بعض المشاكسات ملن كروش المشاكسة يا الرشوة عندك انتي بأ اي اي هي نسلش ما سما بسميه ؟ ما تسميش رشوة خاطر ما مشو عمال دولة الرشوة تكون انسانك في خرق القانون هذاك تسمى رشوة وليه تحت الطاولة تحت الطاولة وسمى الي تحب انت حقه ذاكه سميه سميه تحت الطاولة حقه ذاكه ها حقه ذاكه مش حق قلتكش حق رشوة اولا مش رشوة موقتك عدا الرشوك يتعدى على قانون ابتزاز او مش ابتزاز 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 مش معاك ابتزاز كم لازم تزونيه يزم نحطه اشوفه سيئة محمد يزم نحطه امور في نصابها الخاطر اذا كان نعملو معناها دايز ايبوتاز ما نصح حتى شي يزم ننظلو الاشياء هذي بعمل قطلك اشاك فوها الي يا مانك دي برودي تقع فيها الاشكالية هذي الرشو تسميها رشو تحت الطاول أنا قاولونا ننعرفش معناها رشوه مش مشكلة جدوا تحت الطاولة ايه تاقفة وقتاش للتاقفة عند ما يكون السعر محدد مثقف كيتسقف السعر طولو بيعطى التاولة كيتسقف السعر في الكمية ذائلة ذائلة خطر تسقف السعر وقتاش هو وقتاش دوا مسلا ماش كميات مثلا ماميقة لا اقتصادية سيدي الوقت يكون ماميك ما ليش تحدث بالفرغ او فليان وفلتان انا دايما ندخلش فيه برشا وقتلي ثم النقص في السلع الوفر الناقصة يقع فيها وتثقف مثلا البطاطة طاو ايه البطاطة طاو البطاطة مش موجودة طاو اصلا دون تسمي اللي تحب انتي انا بابا بارلي وقتلي سلع اساسا مش موجودة ثم شاركة بارك طاحت البطاطة الفلاحة بديت تجمع طاو عنا جمعة نجمع يانا زرعين ثمانية الاف كتار بططة حرفية ايه الهابت والسوق طاو دوبة بديت عنا جمعة بديتنا يا انيس يا انيس يا انيس يا انيس يا انيس برب يا عم حسين يا الحمولديك خلي السادة المشاهدين نمشي انا للسوق نشري عشرة ججوات بطاطة يحسبولي الكيلو وبالفين فرنك ومعال الفين فرنك اللي ندفعها حق الكيلو ندفع على كل جاجو تحت الطاولة عشرة الاف يعني ندفع مئة الف زايدة تحت الطاولة هذي ايش معانيها تحت الطاولة هكا ولايه سيح هي الممارسات هذية موجودة ولايه هو حتى لو كان بتشري سينا النورمال مش تدفع منا ولا منا تحت الطاولة تحت الطاولة يقو عليكم انا احط مش مشروع مش مشروع فهم الناس تبتزك مش كونهم العمال متاع التعذو دي ووقت اللي جاو للابحاث شدوا واحد واخدوا على الطاولة ولا البطاطا على البطاطا مش شدوش واحد لا شدوا شدوا واحد لا الهباطة بحثوهم وروحوا بحثوهم وروحوا يا معسي نعم فمك المراقب يطيح فيها كل بطاطا هكا كل نهار عنده ثلاثة ربعة في محكمة بن عروس هاني فمك قضايا تحلتوا امام التحقيق رح حرجو ندخل معك في الجزئيات امام التحقيق اللصوص اللي يبتزوا في المواطنين ويبتزوا في الخضارة ويفرضوا عليهم في مبالغ مالية كبيرة تحت الطاولة شكونهم هنا قدتك قدتك تعذو ديها هم اللي يهز سلعة منها يحطها غادي وما يهزها منها حطها غادي ما يخلعلك الفلوس سيئة هاي تحت الطاولة ولا فق الطاولة اخذ علي يكرهوا ايه بالقوة ايه بالقوة هاني عندي دراسة انا عمل على الموضوع هذي انا ننظر الاشياء بعمقة ما نتخدش السوق موش كله هكا يلي كانوا نقولوا السقة دي دور هكا والاسعار على الشاي هذين نقول لك انا غلطي خليني نفسر للمشاهدين خطر المسؤولين يعرفوا امام تلفين في بير القصعة كي تدباع الخضر والغلال راهوا يخسموا على الفلاح تلتاش بالمية وياخذوا من عند الخضار تلتا بالمية يعني فمنا اداءات ستاش بالمية ستاش بالمية هذية وين تمشي ركزوا معاي التعضو دي انت على العمال تاخو ستة بالمية ايه ستة بالمية كاملة والتجار الجملة كما سيد ليما تستدعينوا اليوم بحضانا ياخذوا خمسة بالمية هذو محداش بالمية الدولة والشركة اللي غاديكا متاع سوق الجملة المشرفة على الادارة ياخذوا اربعة بالمية وصندوق الجواح ياخذوا واحد بالمية خانا اعطيكم مرقم وما تتصدموش ولك انت يا سيد الرئيس لانه اليوم فتح الملفات على الملأ ضرورة اللي ياخذوا في ستة بالمية اللي هي التعضوديا تاع العمال تقريبا كندخلوا الفين تورناطا المرشي بير الجسعة المداخيل اليومية متاعهم أربعميات ألف دينار تقريبا أربعميات ألف دينار تقريبا وين تمشي لفلوس هذية كيفاش يتصرفوا فيها شكون اللي يديروا فيها من حقنا باش نسألوا لانه المسألة فيها ألف سؤال بلا جواب اليوم نكشف جزء والأخطر وعلى لسانك أنت وعلى مسؤوليتك أنت يقول لي رأهم العمال يخلصوا على الخدمات متاحة يعني كيهز برويتة يدز بالخفار ياخو عليه فلوس بنعك مش ياخو في شارية مش بالخفار بالفلاحة وعليش هجينا هوا نيس هجينا ياهو أكفر نسبة واللي يحب يعاندني مرحبا ما فيماش أكفر من عشرين خمسة وعشرين بالمئة من اللي يدخلوا سوق بين الجسعة والعديد من الأسواق الأخرى فلاحة الفلاحة هجت الفلاحة تتفرب الفلاحة تتفكرها سلعتها كنز كاميون خفرة وإلا غلى كل عشرين ثلاثين صندوق مش نهبطهم في بلاسة يقول لك اعطيني خمسة الاف وعطيني عشر الاف باش نهزلك مولة البرويتة ريت لربعمائة مليون اللي تحكي عليهم انت يتم اقتطاحهم ستة بالمئة ياهو كيفهم على الأقل يدوروا في السوق من عند الفلاحة ومن عند الخفارة يمشوا لك الناس اللي تنقل في السلع وهبطوا كل شي فما واحد يجيك ببرويتة باش نب الكاميون ويهبط لك سلعتك وما ياخد لكش الخمسة الاف والعشرة الاف انس الستة في المياه كان مشاو لصندوق ووافح وتشريعات جديدة للنهوف بالقطاع وانقاف القطاع والتشجيع على التصدير ومحاربة مسانك التوزيع وتوفير المنتوج ودعم الفلاح خير من اللي تمشيل البلاسة باين موسيقى 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 موسيقى